السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة تعليم اراندا مع ام نعمة. لو من شاء الله سنشارك معكم هذا الدرس هذا. من بعد ما درت معكم اراندا في الهبطة دي الجلابة. هذا الدرس ستجي متناسق معها. بالنسبة للاخوات اللي ما زال ما شافوا الفيديو. رجعوا للقناة تشوفوا هاد الهبيطة هذي رح تجيز وينا. وراها سهلة في الخدمة تجيب حل هاكوا مع الطرز او للتنبات او مع الاتواب اللي كانت دابة اللي عندهم دفاص يعني جوجوجو كتتخدم مره عنده باللون مغاير وعد كتتزوق باللون دي الجلاب. وهذا الدرس هيدا تيجي متناسق معها. غنبدا معكم بسم الله. بالنسبة للحرير. غنخدم بالحرير مبروم لثلاثة دي الشعرات. اللي برا غنخدم بالبرن نمرة ستة. يلا كنتو غد درسوا اخواتي لكم برا كتبدوا من الملاقية ديلكم. انا هنا غير بغيت ندير معكم التطبيق في هذا الطرف دي الجلاب. غنبدا باللون مغاير. بالنسبة لهاد الترتيب دي الالوان. شوفوا انتو موش بغيتوه. ويلا بغيتوه ما تبدوش بهاد اللون تبدو باللون الاخر. ويمديروا اللي اعجبكم. هنا غننتبع اللره انتري درس معكم في الهبطة. خدمنا باللون مغاير. غنخدم حتى هنا باللون مغاير. شديد شدة في التوب. غنشد شدة تانية. وهنا عود نشد شدة التالتة. غنرجع في هاد الخيط. غنبدا غلوية لوية واحدة على البرة. تتكولينا هاد العوينة. غنخلي الخيط الفوق ونخدم فيها. نعود نشد في التوب. ما اللي نبغي نرجع ندير الزيادة من هنا من جهة التوب. وتلوية لوية واحدة على البرة. نخدم في العوينة اللي كانت من قبل. سوف نرجع تلوح الحرية الفوق. وننزل معها جوجوينة. عجوج. نشد في التوب. ودائما ندير الزيادة من جهة التوب. لوية واحدة على البرة. نبقى ونزيده. حتى نخدمون القياس اللي بغيناه. بنسبة لهذا الدرس رفي الهارم دي الربعة. الى بغيتوا الزواق يجيزيان وجي صحيح خاصكم نديروا الهارم بعد زوجية اما اربعة اما استة. عمي اللي تدرتو خمسة او لثلاثة. فأنا ما تجيش تزويق الوس يعني الزواق ما تجيش من قد. هنتو مدر تدابة ثلاثة. شديد في التوب. غنرجع غندير الزيادة. ها واحدة. اجوج. ثلاثة. اربعة. اللوح الحرير الفوق. وننزل معها هادة اربعة العوينات. وحدة. جوج. ثلاثة. اربعة. هادة هو القياس اللي بغيناه احنا في هاد الهارم. هنشده بفتوب. نشده اللولة. هنتو مع هادة اول هارم. واحد جوج ثلاثة. خاص العوينة الوس يجيونا بعد فرضي. او لا تنحسبو لحسبنا من هات الجيهات يجيونا خمسة. باش ما ينبغلون نزوقو. نشده في العوينة للوس. ده برد ادرت هارم دي الربعة. وهادوك العوينات اللي شدنا لتوب تيجيونا بعدد فرضي. شديد شدة اللولة. شدة تانية. شدة تالتة. هادة التالتة. غنبدا هارم جديد. نرجع في هاد العوينة. نعود ننزل فيها. ونشد في التوب. من اللي نبغي نرجع ندير الزيادة من جهة التوب. دائما نزيده من جهة التوب. ونرجع في العوينة اللي كانت من قبل. نبدأ نعزلة. ننزل في العوينة اللولة. العوينة التانية. ونشد في التوب. نبغي نطلع اللوح الهرير التحت. ندير الزيادة. هنتو مكين شي حرير اللي طغيتي تنتف. غنحيد هادة. الشي اللي مش انتف. بالنسبة لدينا هنا غيدة. انا معكم هادة الدرس. اما لك انتو كتخدموه في البياسة ووقع لكم الحرير هاكو. مال احسن نحيدو. وديرو خيط جديد. هنعود نرجع. بلجات العوينة. باقي اللي يسطر. وعن نشتف التوب. زيادة ضروري من جهة التوب. واحد. جوج. ثلاثة. اربعة. للوح الحرير الفوق. ماليك نكون نازرة الحرير كيبقى الفوق. ونهبط مع هادة ربعة العوينة. نشتف التوب. هنجو ما كنحسبوه من هادة الدربة واحد. جوج. ثلاثة. في هادة الثالثة هرجع لهاد الخيط. ونبدأ هارام جديد. نعود نرجع هنا. بحالة دي كتسمة سنينة. هنجو ما هدو والهارام اخواتي دي الربعة. تيجي لا تشكل. هاده هما العوينة اخواتي اللي كنزوقو منهم. وما هادو تيجو ثلاثة. يعني كنخلي وحدة على اليمن وحدة على اليسر. ووسطان ييك نبقى رجعو فيها. مهم اخواتي غدي نزيد نكمل هادة الخيط هيدا. ومن بعد غنرجع لكم. نوريكم شنو غدي نديرو من بعد. انا كملت اخواتي هنتو ما غير خيط واحد. خدم لي خمسة دي الاهرامات. هندوزو ده بالمرحلة الثانية. غدي نديرو سنينة المغالفين. غدي هادة السنينة غنخدمهم بالحرير. مبروم غير علاجو الشعرات. من الاحسن اخواتي. غنشد في هاد العوينة. نتبت في هالحرير. سوف نجي مباشرة لهاد العوينة هادي. اللي في الهارام عندي ربعة العوينة تعليما. نرجع في هاد الخيط اللويجج اللويات على البرة. نجعو الخيط الفوق. ونقلب الخيط على ايدي اليسر ونغلف. واحد. نتمنى اخواتي يكون واضح. هجوج. نجي العوينة الثانية. نشد فيها. لح خيط على ايدي اليسر رجع لهاد الخيط. لويجج اللويات على البرة. ونرجع الحريرة عند ايدي اليسر ونغلف. واحد. جوج. نخدم في العوينة الثالثة. بنفس الطريقة رجع لهاد الخيط. واللويجج لويات على البرة. لوح الحريرة لنغلف. واحد. جوج. جي العوينة الرابعة تكون شروكة بالليمن واليسر يعني تنحسبوه اصطر لعليمن فيه اربعة اصطر لعليسر فيه اربعة واحد جوج سوف ينزل دبا معها تصطر هيدا عندي ثلاثة العوينة والعوينة اللي في الراس هي اربعة نرجع لهذا الخيط لو جلوية او البرا نرجع في نفس العوينة ونغلف نجيل العوينة اللي حداها نرجع لهذا الخيط لو جلوية الى البرا نرجع عن نفس العوينة ونغلف نكمل في العوينة اللي بقعت نرجع لهذا الخيط لو جلوية الى البرا نرجع عن نفس العوينة ونغلف سوف ينزل هاد العوينة هادي شفتوها تتبقى لنا غيد اربل وحد الوسط واحد جوج ثلاثة اربعة واحد جوج ثلاثة اربعة سنينة اللي الفقرة تجي مشروكة باللي منه اليسر سوف نجي مباشرة للعوينة اللولة في الهارام ونرجع لهذا الخيط لو جلوية الى البرا ونرجع عن نفس العوينة ونغلف هادي تتسمى اخواتي سنينة دي الواحد مغلفة انا تجيني هاد سنينة مغلفة بالنسبة لدي نتجيني حسن من سنينة العادية وانتوما كل واحدة وزي ما او اش مش هتبغي اذا كانت تعجبكم سنينة ديروا سنينة وين مرة مرة ما فيها بس نغيرو مرة نديرو سنينة مرة نديرو هاد سنينة اللي مغلفة وين مين باش نغيرو نشت في العوينة اللي الفوق نرجع للخيط اللي وجلوية على البرا في نفس الخيط يعني هاديك العوينة غادي نغلف نزل تبقى مع السطر اللي ليسر بنرجع هاد العوينة الوجلوية على البرا بنرجع للنفس العوينة ونغلف جوج مرات نغلفه غير جوج مرات نستطيع نكمل الهبطة بنفس الطريقة سنينة دي الواحد مغلفة بقية واحدة نغلف جوج مرات ومباشرة غنهبط لهاد العوينة بلا ما نخدمه هنا انا بالنسبة لي بس نخدمش تم بليش من الاحسن بليش نجيل هنا لهاد العوينة ومن هاد العوينة نجيل العوينة للخارم يعني بلا ما نضربع وثاني تميك بليش من الاحسن بليش باش مرات نبغون زوقوتي جينا الزوق صحيح غلو وجلوية على البرا بنلوح الحرير على ايدي لسر ونغلف غدي نكمل اخواتي هاد السنينات اللي بقى وغدي نرجع باش نوري لكم زوق انا كملت اخواتي هاد السنينات خيط واحد خدمت به هاد السنينات كاملين كفاني انا تندي الخيط شوية طويل باش منبقاش كل مرة انا اركب خيط جديد اذا بقى اخواتي غندوزو للسواق بحقيقة هاد الدرس غيها كويش احسن لما غشو تزوقوه بليش هاد الحرير هادة مبروم على ثلاثة دير الشعرات غدي نتبته هنا في التوب من الاحسن نتبته هنا سوف نجيل هنا انتم ما نخرج البرا من هاد العوينة اللي تتجيه الوسط وهاد العوينة تتجيه مقابلة مع العوينة اللي فراس انا اشتيتو فيش عوينة من هناء ولا من هناء اخرى ما هياش رتيجي زوق خاطئ وكي بقى عنا العدد اللي علي من قد اللي علي سا غنجي دابة مباشرة لهاد العوينة هادي ونرجع لبرا من نفس العوينة هادوك العوينة همما بين كل سنينة وسنينة داك الفراق اللي ما بين كل سنينة وسنينة ها السطر الرابع دا وسطر الخامس عندما ما بين سنينة وسنينة السادس السابع غنحسبو باش ما نغلطوش واحد جوج ثلاثة وربعة خمسة ستة سبعة بقي نستر هو التامن تيجي هنا هانتوما كينا هادو الطريقة اخواتي تبقى وتخدمو في العوينة وترجعو وكينا هانتوما نقدروا نشدو ما بين سنينة عاد نجيو العوينة للوسط هادو الطريقة بالحقيقة نجي زوينة خلي وجوج عوينة عندنا خمسة ونخلي جوج ونشد في الثالثة اللي هي غجي الوسط وهذه الثالثة رح تجي مقابلة مع الراس دي الهارام هانتوما كينا ندخلو في العوينة للوسط ونخرجو البراء من بين سنينات ونشوف بارتليكم الطريقة اللولة الطريقة التانية اللي ارتاحيتوا فيها وجهتكم سهلة هي اللي تديرو كندخلو في العوينة ومشيو لما بين سنينات احتى هالطريقة بالحقيقة تديني انا سهلة يعني كتدخل البراء في دي كلاوينة مشيو بحلم اللي كتبغي تخرجيها منها تتهزم عكش مرة الخيط الليق من قبل نخرجو البراء من بين سنينات سوف ندخلوها الوسط ونعود ونخرجوها من بين سنينات باش ما تغلطوش اخواتي تيجيونا هنا تمنيا دي السطورة ونجيل هنا سوف هذا وسطر الاخر نعود ندخل البراء خاص ندخل ونكمل هاد سطر هادا انتم تيجي لا تشكل صراحة هاد الدرس صراحة تيجي زوين وتيجي حتى بالالوان تيجي بالصم هنما اللي نكونوا بعادل على الباصل اللي بغينا نزوقوا منها ندوزوا الحرير شوية في التوب باش ما يبقى شبين انتم وشوفوا مين خرج الخيط تنبقوا نخرجو من بين هاد سنينات هاد وعندنا هاد العوينة هم اللي كنزوقوا منهم غا نحسب هاد العوينات هنخلي جوجات في الثالثة هندخل البراء ونخرجها من بين سنينات بهاد الطريقة سطر الثاني الثالث الرابع الخامس هنما هزيت هاد العوينة كاملة هاد هو الخامس من حيث هاد الحرير هاد غير جاغليه مع الحرير سطر السادس السابع ثمان تجيونا تمانية درط الهارام رابع غيجيونا هاد الزواق هاد غيجينا فيه تمانية دي سطورة ولدرط الست غيجيوكم تناشي لدرط وخامسة رابع ما تجيش الزواق في الوس راشرح لكم اخوتي في اللول سوف نكمل ده بغا ندير شكري درج في اللول خرجت البرامل اللي عوينة للوص سوفوا غامدة ضايرة مع هاد السنينات المهمة ادوجوج طرق باش تزوقوا الطريقة اللي اعجباتكم وارتاحيتوا فيها اديروها را كل لوحدة والطريقة اللي كتعجبها وبالنسبة لللون اخوتي انا قدرت هاد لون هاد مختلف بالنسبة لكم انتم تقدرووا تكونوا بغايتوا اللون في اللورة باحتة هو تيجي زوين وبالنسبة لها الدرس هاد را تيجي متناسق مع الرانده اللي وردت لكم في الجلابة رجعوا اخوتي الفيديو اللي قبل مهدا شوفوه موديل زوين تيجي مع الطرز مع التنبيت وممكن لكم تدروها غير بلا طرز بلا تنبيت في هاد التواب اللو لودابة ديال دوفاس بحل اللول اللي التحت كتخدموا به واللول اللي الفوق هو بش تزوقه سوف اخوتي انا نكمل بنفس الطريقة وغادي نوري لكم الدرس كفاجة وهذا هو الدرس اخواتي تيجي عليها تشكل صراحة تيجي متقون تيجي واقف وحتى ما تخليوش اخوتي الفراغ ما بين الدرسة والدرسة خاصو يجيب حال هكوا درسة شد على الدرسة كان هذا هو الفيديو دياليوم ما تنسونيش من لايك للفيديو لما مشاركش في القناة تشارك وبرتجيو اخوتي الفيديو باش وصل لأخوات لي مهتمات برانده وبغيتي تعلموا ليها وشكرا لكم السلام عليكم نتلقى في فيديو آخر ان شاء الله